في كلمة نلقاها نيابة عنها ابنها وابنتها خلال حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام في العاصمة نرويجية أوسلو نددت الناشطة الإيرانية نرجس محمد المعتقلة في طهران بسلطات بلادها وصفة إياها بالنظام الديني المستبد والمناهض للمرأة نرجس محمد قالت في رسالة مكتوبة بعنوان خلف جدران السجن العالية والباردة إن استمرار المقاومة وعدم استخدام العنف هما أفضل الاستراتيجيات لإحداث التغيير معبرة عن تأكيدها أن الشعب الإيراني سيتغلب المثابرة على القمع والاستبداد الناشطة الإيرانية شددت في رسالتها على أن الحجاب الإلزامي الذي تفرضه الحكومة ليس واجبا دينيا ولا نموذجا ثقافيا بل هو وسيلة للسيطرة على المجتمع بأكمله وإخضاعه وصفة إلزامية الحجاب بأنها عار حكومي من جانبها قالت رئيسة لجنة جائزة نوبل بيريت أندريسون أنه يمكن مقارنة نضال نرجس محمد بنضال ألبرت لوتولي وديزمون توتو ونيلسون مانديلا الذين حصلوا جميعا على جائزة نوبل وقد استمر نضالهم أكثر من ثلاثين عاما قبل نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لفتة إلى أن النساء في إيران يناضلنا ضد التمييز منذ أكثر من ثلاثين عاما وبينما تم الاحتفاء بها في أوسلو كانت نرجس محمد تواصل إضرابها عن الطعام خلف القدوان تضامنا مع الطائفة البهائية وهو مكون ديني في إيران يشتكي من التمييز يذكر أن نرجس محمد ناشطة عرفت بنضالها ضد عقوبة الإعدام وإلزامية وضع الحجاب في إيران وهي تقبع منذ تشرين الثاني نوفمبر 2021 في السجن في طهران مما حال دون تسلمها شخصيا الجائزة المرموقة ترجمة نانسي قنقر